وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتورة سميرة مبيض أكاديمية وسياسية أهلا بك دكتورة سميرة مجدنة على شاشة اليوم إذن اجتماع ثاني مرتقب خلال أسبوع لمجلس الامن اليوم بجلسة مغلقة حول العدوان التركي على شمال شرق سوريا وشهدنا كيف انتهت سابقتها بعدم خروج أي شيء عملي بهذا الخصوص بسبب الفيتو الأمريكي الروسي ما الجديد الذي قد تحمله الجلسة هذه المرة للمنطقة تحياتي لكم وللمشاهدين أهلا بك طبعا هذا التالي بانعقاد جلسات الأمن حول الاشتياح التركي للشمال سوريا يعني إن أشار إلى شيء يشير إلى مدى أهمية رصد ومتابعة ما يحدث في هذه المناطق من قبل المجتمع الدولي بشكل عام طبعا رغم عدم حدوث أي تطورات للجلسة الأولى المتعلقة بهذا الأمر في مجلس الأمن لكن بمجرد انعقاد جلسة ثانية يعني ذلك أن هناك ضغوطات كبيرة على تركيا بما يتعلق بهذه العمليات العسكرية وبما يتعلق بالرقابة التي تقع يعني تحتها جميع هذه العمليات من كافة الدول طبعا بسبب التوجسات والمخاوف من تتالي هذه العمليات العسكرية بعض هذه المخاوف يتعلق بموضوع داعش وعناصر داعش والمخاوف من إعادة أحياء الخلايا الكامنة لداعش في المنطقة لذلك يعني الأمر يتابع بشكل حتيث وقريب من قبل المجتمع الدولي طبعا هناك أمور أخرى أيضا تتعلق بالهجرات وبتنقلات الكتل البشرية في هذه المناطق سواء هربا من المناطق التي يحدث فيها القصف أو حتى محاولات الخروج والهجرة من هذه المناطق طبعا هناك اهتمام أيضا بشكل رئيسي حول ما يتعلق بعمليات الانتقال السياسي بحيث أن لا تؤثر هذه العمليات العسكرية على المسار السياسي وعلى محاولات إطلاقه بشكل جدي في المرحلة الزمنية اللاحقة أو المستقبلية إذن كل هذه الأمور بالإضافة إلى رصد ومتابعة أين ومن أنواع الانتهاكات التي قد تحصل في هذه المناطق التي هناك حقيقة مخاوف عديدة حولها إذن كل هذه الأمور تدفع باتجاه جلسة وانعقاد جلسة لمجلس الأمن ثانية وبحسب المعطيات المتوفرة قد يكون هناك تغير في القرارات طيب ما تم الحديث عن أنها ضغوطات دولية على تركيا انتقلت من دائرة التهديد لدائرة الفعل والتنفيذ لكن التطور أبرز كان في الموقف الروسي الذي بات يميل أكثر للمواقف الأوروبية هل يمكن أن يكون هذا التطور حاسما بمخراجات اجتماع مجلس الأمن وبما يتعلق أيضا باستمرار تركيا بعدوانها على المنطقة طبعا قد يترجم هذا التطور في الموقف الروسي على أرض الواقع بإجراءات فعلية من أجل إنهاء هذه العمليات العسكرية ولكن ليس هناك مؤشرات قوية بهذا الاتجاه هناك كما ذكرتم تقارب بوجهات النظر تقارب بالتصريحات حول المخاوف تقارب أيضا بالمواقف بين الدول العربية وروسيا ولكن على أرض الواقع لا زالت الأمور تسير نحو التتالي هذه العمليات العسكرية وقد يكون هناك ترجمة من ضمن جلسة مجلس الأمن القادمة لمثل هذا التقارب السياسي أو التصريحات الأعلامية المتعلقة به والتي لا زالت تدخل فقط في نطاق التصريحات الأعلامية أشكرك جزيلا شكر الدكتورة سيميرا بيض أكاديمية وسياسية كنت معنا مباشرة من باريس